السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم محمد تحسين من كنوات السرشاجي هنتكلم النهاردة عن ازاي تكون شخصية مميزة مش جزابة بس تكون مميز انك تكون مميز او غير احتيادي عن الطبيعي بتاع الولد او الطبيعي بتاع الاشخاص الافتر اولا حاول انك تبتسم الابتسمة تبسمك في وجه اخيك صدقة انك على طول يعني حاول تبقى مبتسم يعني قدر ما يعني الى حد كبير ان كانت فيه دراسة كانت بتعمل ان احنا من اول ما بنتولد لحد ما يبقى سن 14 سنة احنا بنتحك حوالي 400 مرة في اليوم 400 مرة في اليوم من بعد 14 سنة فيما بقى لحد ما نكبر رواقع خالص ابتدت تقل ضحكاتنا ل7 ل8 مرات في اليوم 7 مرات انت فاكر 400 ل7 ل8 مرات في اليوم فحاول انك تضحك يعني الضحك عيريحك يعني لو انت كده كده لو مثلا لو في بيتمور مثلا بازمة شديدة ولا حاجة او حاجة او كرب فانت اضحك افضل يعني اقول الحمدلله على كل شيء تاني حاجة حاول تبعد نفسك عن اي ارتباط او اي علاقة او اي صحوبية فيها نيجاتيف انرجي فيها سلبية في ناس محبطين لدرجة ان هي ممكن تموتك او ان هما ممكن يموتوك من السلبية بتاعتهم حاول لما تكون لك حلم احلاموا لوحدك ما تحلموش مع ناس تحبطك وللاسف للاسف هتكلم عن احتمال يكون ابوك امك للاسف لما تيجي تتكلم معهم مثلا انت مثلا من دمن الحاجات الغريبة اللي ممكن تعملها ان انت ممكن تسيب بشغلك يعني انت مسلا شغل تقيل مسلا بتقبض فيه مرتب كويس وتروح شغل مسلا بتقبض اه فيه نص المرتب يعني نص المرتب انت بتقبضه في الاول اه 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 اول ناس يقول لك لأ ازاي معرفش ايه اه اه ابعد عن ايه لا يا ابني ما تروحش المفروض تبقى قاعد المفروض تبقى اه بتتبع الشغل ده معاليش استحمل اعمل للأسف حاول تبقى عن اهلك وعن اصدقاء المحبتين شوية ممكن اهلك مش حاسين يعني بيك للأسف الاهل زمان كان الشغل كان محدش كان بيعمل الشغلان اللي هو بيحبها قوي يعني ما كانش فيه حتة دلوقتي زي مسلا حاجة زي اليوتيوب زي مسلا الماركتينج زي اه اه التسويق زي اي حاجة تانية ممكن الديجتال او الفريلانسر اه ما بتبقاش اه كان ما كانتش زمان موجودة كان زمان لحد بيشتغلوا من تسعة لحد الساعة اتنين او تلاتة العصر فاتقلب حياتهم روتين شوية فحاول تبعد يعني ايه عن كلام او ما تسمعش الكلام والدك والدتك في النقطة دي حاول ان تكون مميز لحد ما تثبت لهم انك مميز ان انت ممكن تيجي تقول لهم انا مميز انا مميز او انا هعمل كزا او انا هعمل كزا بدون اثبات لو هم معجبين بكلامك وما لقوش اثباتات هيبتدي تتحول لعندهم انك يا ابن انت فاشل ده بتكلم على الاهلك يعني عن مثلا والدك والدتك او مثلا انت بتكلم مع احد تاني انا انا بفكر اعمل كزا بفكر اعمل كزا بفكر اعمل كزا وفي الاخر لما ما يكونش فيه اثباتات او مثلا ما فيش تغييره على حياتك فيحس انك مخادعة فيتقلل بالاية العكس ان انت بدل ما كنت محط يعني اعجاب ليهم هيقوم محط استحكار انت كذابه مخادع فحاول انك تبعد عن الاشخاص السلبيين المحبتين وللاسر بكررها لتالت او رابع مرة ابعد عن اهلك في موضوع التميز ده عشان الاهل بيبقوا عايزين يعني حاجة روتينية عشان هم متعودين على كده فحاول انك يعني ايه تبعد عن الاشخاص المحبتين والسلبيين في حياتك اهلك مش هم مش سلبيين طبعا هم بيبقوا خايفين عن عن مصلحتك بس هي المشكلة هم بيبقوا خايفين مش قادرين يستوعبوا اللي في دماغك حاليا اللي في العصر اللي احنا فيه دلوقتي عصر التكنولوجيا عصر الحياة السريعة جدا والفريلانسنج والماركتينج واليوتيوب وحاجات كده كده كبيرة قوي هم مش مستوعبينها قوي يعني بس يعني حاول في الحتة دي انك وكمان بقى الاشخاص بقى اللي سي سايقين لان للأسف مش السيقين السلبيين لان للأسف العين ما بتحبش الاعلى منها يعني العين ما بتحبش الناس الاعلى منهم فهم اكيد اكيد يجبوا لك اه لا اه ما تحاولش انك اه يعني مسلا انت بتكلموا مثلا عن فكرة جديدة عيز تعملها اه وليكن مثلا برويكت جديد مسلا اللي هو عن على الموبايل انت عيز تعمل على الموبايل وهكذا يبتدي ممكن فيه ناس تبتدي تقول لك لا ده هيبقى مكلف وهنحتاج الناس من اول بقى وهنде. بنعمل للناس والناس تخش تعمل الموضوع هيطول شوية فانت من الافضل تخلي فكرتك لنفسك لو فيه ناس ماشي اوكي لكن ما فيش ما تحاولش انك تسمع للمحبطين كتير لانك هتقعد مش هتتحرك فحاول انك تعدي ده في حياتك احنا قلنا اول سلمة التبسم حاول الرطوط يبقى مبتسم على فكرة جماعة انا كمحمد تحسين انا الرطوط مبتسم مبتسم على طول انا مفيش حاجة بتوقفني يعني مفيش حاجة بتخليني اللي انا بقى انا على طول بتحك فحاول انك مبتسم ده ليك انت مش لحد تاني بس كده والحاجة التانية حاول تبعد عن الاشخاص المحبطين والسلبيين في حياتك تالت حاجة حاول لما تيجي تتكلم مع الناس تتكلم بصوت واطي شوية ومناسب ولبك شوية يعني حاول انك تسمع صوتك وانت بتتكلم حاول وانت بتتكلم مش بتتكلم ايوة باشا احنا هنعمل كزا يا باشا لا يا باشا احنا هنعمل مع عارف انت الصوت اللي هو اللي طلع دلوقتي ده الصوت العالي ده الصوت اللي انت سمع عالي او اللي انت بتحاول مش عارف ده ايه ده يعني صوتك عالي جدا وصوتك طريقة تعاملاتك اكيدك في اشارة مرور اه لا يا باشا احنا هنروح نعمل في الحتة الفلانية احنا هنيجي كده احنا هنروح كده احنا هنمشي كده وكده تحس انك قلبت في شارع مرور حاول انك بس نصبت الشاشة شوية نصبت الكاميرا ماشي اهو نصبتها شوية كده عشان نصبت الاداء شوية ايون كده طميم عشان نبقى معنى حاول انك تتعامل بصوت واطي شوية وصوت راكي شوية اه حاول كده تتسمع كده ناس كده في اسلوب راكي كده في اجتماعات او او في ناس بتكلم بزنس هتلاقي الصوت واطي هتلاقي الصوت منمك كده وهادي اللي هي يعني خروج المخارج الالفاظ مزبوطة اه حاول تبقى بتتكلم مع الناس بصوت واطي يعني وبصوت مناسب لانت لما بتتكلم بصوت واطي ومناسب هتجبره غزبنا عنه انه هو هيتكلم معك بصوت واطي فكده هتبقى انت مميز مش هتبقى انت اعتيادي زي الناس يعني مش تبقى انت زي الناس اللي بتتكلم بصوت عالي واللي هي في ميتنج ولا حاجة بتتكلم بصوت عادي اه بصوت عالي فانت تحس ان مش مزبوطة كده. فانت حاول لو ان ده مثلا بتتكلم في بزنس اه مع اصحابك يا عم اتدلع براحتك. انا بتكلم انا بتكلم في الناس العادية الناس اللي هي الاشخاص الغريبة او الاشخاص اللي فيه لمت ما بينك وما بينهم. حاول بقدر الامكان يبقى صوتك واطي ويبقى صوتك مناسب للمناسبة اللي انت فيها. ما يبقاش مثلا احتي عادت في ميتنج او قاعد مثلا في بيئة عمل شغل مثلا وصوتك يبقى عالي. رابعة حاجة اتفرج على افلام اجنبي كتير وعلى مسلسلات اجنبي كتير. الافلام الاجنبي او مسلسلات الاجنبي بالذات اللي هي ال supply او اللي هو هو اللي هو نوع الافلام افلام الغموض افلام الدراما الافلام اللي بتبقى innitroll story. اللي هي بتبقى مبنية عن قصص حقيقية. الافلام دي بتديك خيال كبير اوي. وبتوسع دماغك. ما تحاولش انك تتفرج على افلام مصرية للاسف لان خمسة وتسعين دلوقتي من افلام مصرية موجود منها نوعين او يعني اللي موجود فيها نوعين نوع افلام دحك وهيستيرية دحك مالهاش اي لازمة وتلاقي دحك فيه انا اسف كلمة مش عارف ده اي ده يعني دحك مش مزبوط دحك كده ان هو بيتريع على اي حد في اي حتة ويجيب ناس لهم تيتريع عليهم بس وافلام بتتكلم عن الحياة الشعبية والمشاكل والخناقات والكلام ده نادرا جدا لما بتلاقي فيلم مثلا اه بيتكلم مثلا عن مقاعة تاريخية حاجة كده يعني يعني ايه حاجة كده كويسة فمن الافضل انك تتفرج على افلام انجليش لافلام انجليش اولا هتزود لك اللغة بتاعتك انت لما تشغل مثلا فيلم وتعلي الصوت شوية وتسمع الصوت وتسمع عصدي نطق الكلام وتقرأ الترجمة ممكن هتسمع كتير معاك ودي هنخليها للمرحلة جاية فحاول بقدر الامكان حاول بقدر الامكان انك تتفرج على افلام انجليش شوية هتعرف هما بيكلموا ازاي انا مش بكلمك انك الثقافة المصرية تطمسها خالص بس انا بكلمك ان انت في حاجة انترناشنال ما هو دلوقتي كل الافلام الانجليش دي على مدار العالم كله ما هو انت لو مش بتواكب العالم يا ما انت تفضل في الدول النمية ما هو انت إلا يخليك انك تبقى انسان مميز انك تبقى فاهم الدماغ الكبيرة دي فاهم افلام هوليوودي بتتكلم ازاي فاهم الافلام دي بتتكلم ازاي اغلبية الافلام بيتدفع عليها ميزانية وبودجيت كبيرة جدا جدا فهم تتخيل فالبودجيت ده يعني انت مش متخيل يعني اه يعني قد ايه فطبيعي ان هو عايز يوصل لك فكرة معينة فما تحاولش ما تحاولش انك ما تتفرجش عليه لازم تتفرج على الافلام انجليش لازم تتفرج حتى تقولي انا مش بعرف الكلم انجليش او ما بعرفش اه يعني ما بعرفش افهمهم فيه الترجمة تحت اعرف الافكار بتاعتهم ماشي ازاي ما تتفرجش على الساينس فكشن اللي هي الخيال العلمي والاكشن والكلام ده اتفرج على الافلام الدراما مش الدراما اللي هي انكت فيه دراما كده حاجة كويسة فيه افلام فعلا فعلا افكار كويسة جدا 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 ولو عايز تفرج على الافلام فيه موقع جامد اوي اسمه اي ام دي بي ده تتفرج عليه بيجيب لك الافلام بالتصنيف بتاعها ميجو التصنيف اللي هو الدرجة بتاعتها الدرجة دي ليه 7 واحد من 10 هي التصنيف كله من 10 من 10 بتلاقي مثلا ستة من عشرة سبعة من عشرة سبعة واثنين من عشرة دي بتبقى يعني حاجة كوية جدا يعني بتبقى فيها فيها فكرة تقيلة خمسة البس هند فري اه فعلا انت سمعني كويس البس هند فري ليه سماعت وانت رايح الشغل وانت نازل مثلا تتمشى وانت فراح في ايه حتة البس هند فري ليه احنا دلوقتي بقينا في عالم مشحون بالطاقة السلبية انت لو جيت تركب اوتوبيس زي حالاتي كده زي العبدي للاجنة او موكر باس هتلاقي انت ممكن وانت قاعد تلاقي ناس ارفانة من العيشة ارفانة ان الحال واقف ارفانة ان البلد مسلا يقول لك البلد سياستها مش عجباني ارفانة من كل حاجة فانت ليه تسمع الطاقة السلبية دي وانت يعني انت نفسك عايز تتغير ليه تسمع الطاقة السلبية دي فمن الافضل انك تلبس الهند فري يعزلك عن العالم اللي انت فيه على فكرة انا كمحمد حسين بنزل من البيت لحد ما بركب المكروباس لحد ما بعمل كل حاجة بركب المترو ببقى لابس الهند فري في هوداني بيعزلني عن العالم اللي انا اللي حوالية لان فيه واحد ليه جاي ارفان مسلا عنده مسلا مشكلة مسلا مع الكهرباء ولا مع المية ولا مع الزبالة ولا مع اي حاجة او مسلا الفلوس مسلا معاه مش مقضية تلاقي قاعد عمالي نفخ ويزهق وزهقان وتعبان وارفان وطالعين اهله طب ليه طب يعني عشان ايه انا اسمع برضو اخد انا طاقة سلبية ابقى بص اسود خالص يعني الواحد مسلا بيبقى كل واحد احنا يا جماعة والله احنا بمشين بكلنا بالعلاج بس الفكرة كلها ان انت يعني بتحاول يعني بتحاول يعني ايه يعني ايه تزبط حالك بتحاول انك تكون مميز بتحاول تشوف النص الكوباية المليان فما ينفعش تبقى انت بتحاول ده كله وتلاقي ناس بتشوشر عليك وكمان مسلا لو انت مسلا جيت تتكلم معا في حاجة يروح داخل معاك وتخانق معاك طب ليه حرام عليك انت فاحسلك البس الهند فري البس الهند فري كده واسمع كرآن اسمع عناشيد اسمع اه 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 اغاني حاول تأذل نفسك عن العالم اللي حواليك وصدقني مع لبسك الهند فري بعد فترة هتبتدي تجيب كده حاجات تحفيزية زي مثلا فيديوهات تحفيز اللي انت وانت هكذا تتفرج عليها وانت قاعد مسلا ركب مترو ولا ركب مكرباص ومشور مسلا ياخد منك نص ساعة ولا حاجة هتفيدك انت شخصيا هتحس لا انا جوايا حاجة قدر افيد بها الناس سداني الناس اللي بتطلع على اليوتيوب او الناس اللي هي اه نجحت في حياتها ومش حصل منك في حاجة هو واحد كان عنده عزيمة فما بقاش انت عندك عزيمة مثلا خمسين في المية وتلاقي بيئة حواليك زي ما احنا كلنا نتكلم عن البيئة اللي هي الناس المحبتين او الناس السلبين حواليك فما بقاش انت وانت ركب مثلا العربية تبقى الناس كمان بتحبتك اكتر واكتر فمن الافضل انك تبقى لابس هند فري اه صدقني ايه لابس هند فري هتفيدك كتير قوي هتتعلم حق يعني هتفصلك عن حاجة كتير قوي سادسا احضر اكتيفتي احضر اكتيفتي اللي هي ايه ندوات معينة اه ندوات مثلا عن ازاي مثلا انت عرف تتكلم اه يعني تتكلم بسكة ازاي تبقى شخصية جزابة ازاي يبقى عندك كاريزمة اه اي ندوة اي ندوة عن اي حاجة الندوات اللي هي ايه الندوات اللي هي كورسات تعليمية اي حاجة اي اكتيفتي فيه حركة ان انت تشعر بيه بالسعادة وان انت تشعر بيه بالاجابية صدقني الاكتيفتي دي انا 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 يعني حستها مؤخرا اه مفيدة جدا يا جماعة مفيدة جدا والله مفيدة جدا انتوا فعلا فعلا النصائح دي والله والله بقى كلمكم عن تجربة وعن تجارب ناس تانية سألتها فعلا يعني يعني فعلا سؤال كده سؤال مني لي فعلا فعلا احضر اكتيفتي اكتيفتي في اي حاجة عندك مكتب رحم في مثلا ندوات بتتعمل مثلا في النادي في جامعة في كنيسة في اي حتة حاول تحضر الاكتيفتي دي هتفيدك كتير او اتعرف على ناس كتير هتعمل كميونيتي كده حلوة كده جميلة هتعرف على الاشخاص كويسة بدل من انت قاعد ما بتتحركش مافيش حاجة جام مافيش حاجة بات مافيش يعني ما بتتحركش مية رأدة كده حاول تغير المية الرأدة دي شوية سابعا دي سابعا دي نرجع للسادسة اللي انت لما تحضر اكتيفتي اكتر هتتتعرف على ناس كتير هتاخد اكسبرينس كتير هتاخد اكسبرينس جديدة هتاخد يعني يعني خبرة جديدة من الناس هتاخد الناس هيدوك افكار جديدة ممكن انت بتتكلم مع واحد يديك اكسبريشن كده معين او يديك كلمة كده معينة الله ده انت جميل قوي ويبتدي انت تصاحبه وممكن تتصاحب عليه احسن من اللي انت بتعرفه بقالك فترة او اللي انت بتعرفه بقالك سنين صدقني لما تحضر اكتيفتي وان انت تعرف على اشخاص جديدة هتفيدك انت شخصيا هتستفد منها كتير فمن الافضل انك تتعرف على ناس كتير ما تبقاش قاعد في او اللي هي المنطقة الدافية او المنطقة الهادية اللي هو البيت والحطة وبيت الراحة والدنيا جميلة لا حاول تتغير حاول تتعرف على ناس كتيرة واكتر حاجة تتعرف عليها ناس كتيرة ان ندوات الفيسبوك بس ما اعتقدش بقى الفيسبوك اللي انت لسه بقى تروح وتتعرف بكده اعتقد ان ندوات دي افضل حاجة او الاكتيفتي او مسلا ساقيت الصاوي او اي شي انا بكلم على مصر هتفيدك كتير قوي ثامنا او تامنا افتح اليوتيوب وتفرج على فيديوهاكتا فعلا بما انك وصلت الفيديو بتاعي ده معنى كده واللي انت وصلت للنقطة دي بالذات يبقى انت كده تتفرج من البيت وبتتفرج من على لاند لاين اللي هو خط روتر او اللي هو خط ارض يعني انترنت في البيت لان انا عديت فترة كبيرة قوي او يعني ما اعتقدش ان الباقى فيه ناس بتتفرج على فيديو هتتابع كل ده بالباقى المهم اللي انا بكلمك فيه دلوقتي انك حاول تفتح اليوتيوب انا كنت محمد تحسين انا بصراحة كنت بفتح اليوتيوب تاس ليه بتفرج على الاغاني بعمل لا حاول تتفرج على حاجات هادفة يعني من ضمن الحاجات اللي انا كنت تقريها من زمان قوي وتعبت وعملت فيها فيديو على فكرة على اليوتيوب ممكن نسيبلكوا اللينك فوق اه حاجة اسمها الشيء الواحد ازاي لو انت يعني انت مسلا عندك كزا حاجة متلغبطة كزا مرحلة في حياتك متلغبطة ازاي تثبت حاجة معينة تتظبط المراحل دي كلها اوتوماتيكيا انت مش محتاج انك تروح لكل مرحلة وتثبطها دي حاجة كويسة دي حاجة تعليمتع على فكرة من اليوتيوب ومن الكتب ايه را كتب افتح اليوتيوب اتفرج مثلا ايه ازاي اكون شخصية مقنعة ازاي فن الاقناعة ازاي اتكلم بثقة قصة حد ازاي ازوروني معلش الجو حر هنا فانا على طول بابل عريق ازاي اتكلم بثقة قدام الناس ازاي شخصية جزابة ازاي اتكلم بصوت واطي انا دلوقتي انا كمحمد بقيت اتفرج دلوقتي على ازاي ازبط التون بتاع صوتي ازاي اخليه صوت ديب شوية عميق شوية وفي نفس الوقت صوت منمك اللي انا لو نجي اتكلم به قصات حد يبقى مرتاح وهو سامعيني اه دي حاجة كويسة دي حاجة فعلا في اليوتيوب في حاجات في اليوتيوب كويسة ازاي قلبس بدلة ازاي ازاي ازبط جسمي او اللي انا ألعب رياضة او اللي انا خس حاجة كتير قوي 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 على اليوتيوب اليوتيوب ده موسوعة موسوعة لو عشت ومدت مش هتقدر تكملها فمن الافضل استفيد من اليوتيوب ده بحاجة مفيدة تاسعا حاول انك تكون قريب من التكنولوجيا شوية او حاول انك على طول تبقى مواكب العصر على طول اشترك في جروب في جروبس على الفيسبوك اشترك على قنوات تخص التكنولوجيا على اليوتيوب اه حاول تبقى مقرب للتكنولوجيا شوية التكنولوجيا ده يا جماعة ده المصدر الاساسي دلوقتي ده الفيوتشر خلاص ده احنا دلوقتي في الفيوتشر احنا دلوقتي في المستقبل هو ده خلاص دي المستقبل خلاص يعني حتة انك تبقى بدائي دي خلاص ما بقتش منتهية يعني دي قصدي بقت منتهية خلاص فحاول انك تبقى على طول قريب من التكنولوجيا حاول تبقى قريب من صفحاتي اللي بتعرض حاجات الاندرويد للأبليكيشنز للأي او اس للأي او اس اللي هو الأبل حاول تبقى قريب من التكنولوجيا انا لدرجة من كم يوم كده كنت عايز اصور اخويا كده وهو مش واخد باله بس كنت عايزي يعني اضحك عليه فلاقيت ان انت ممكن تصور فيديو والشاشة سودة انت على طول بتلاقي الرفليكت بتاعك زي ما انا كده بكلمكم دلوقتي فانا شايف دلوقتي شكلي وصاد الكاميرا فلا فيه كده اه انت ممكن تصور تطبيق تصور فيديو والخلفية سودة والشاشة سودة حاول تبقى قريب من التكنولوجيا شوي حاول تبقى مواكب العصر شوي انا من ضمن افضل بشوفها بعشاءها جوجل ترانسليت جوجل ترانسليت ده ده تطبيق منزلها شركة جوجل ده تطبيق للترجمة فممكن تشغل اونلاين يعني وانت معاك الموبايل وانت فاتح الانترنت تقدر تترجم او ممكن كمان تنزل القموس ده اللي هو عرب انجليزي او انجليزي عربي او فرانسي او اي حاجة تنزله باوفلاين يعني انت ممكن تكتب الحاجة وما فيش انترنت يكتب لك الترجمة بتاعك ده عشق يا جماعة ده خلاني اتعلم انجليز فظيعة خلاني ان انا اي حد بيتكلم قصادي بيتكلم انجليز ابتدي اقول له وابتدي اتكلمة اللي هو بيقولها دي لو انا مش عارف اكتبها فيه كمان او فيه اختيار جوه ان انت ممكن تقول الكلمة زي ما هو قالها يعني مثلا كلمة انا مش عارف اكتبها عشان كلمة كبيرة فممكن اقول كونجراتيوليشن كده بيشغل كده الفويس او شغل الصوت يعني اللي هو الادخال الصوتي يروح كاتبها لي يقول لي هل تاقصد كذا اقول له اه انا اقصد كذا فيبتدي يعملها لي فدي حاجة كويسة جدا حاول تبقى قريب من التكنولوجيا حاول تبقى قريب من تبقى مواكب العصر تبقى مش 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 اللي انت قاعد محلك سر لا حاول تبقى مواكب العصر تبقى فاهم اي اللي بيحصل تبقى فاهم اخر موبايل ده نزل ايه عاشرا حاول تهتم بنفسك شوي حاول تهتم مظهرك شكلك يعني مسلا لو ده انك مسلا طويلة حاول تزبطها حاول تحلقها شكلك بيبقى ايه بالزبط اه البس ساعة البس مسلا قميس مسلا مكوي اه مسلا اللبس يبقى مظبوط يبقى مهندم كده حاول تتعلم عن الموضل للرجالة على فكرة دي حاجة مش وحشة يا جماعة اللي انت تبقى اه تعمل تناسك لالوان وما يفعش تبقى انت عماية المسيكلي انا عايزة تغير انا عايزة تغير وعايزة بمميز وعايزة بمميز وفي الاخر تتيجي تبقى لبس مبهدل وتبقى شكلك كده مبهدل لا حاول كده تتعمل نفسك العب شوية ترياضة بسيطة حاول كده تزبط اكلك خس شوية عشان تبقى الدنيا كده جميل عشان تبقى شيك كده كمان يعني تبقى التغير في كل حاجة التميز في كل حاجة واخيرا ليس اخيرا اتمنى اتمنى تعمل بالنصايح دي انا فعلا جمعا لما انا عملتها انا بيت مبسوط قوي انا حياتي بتتغير والله حياتي بتتغير قدام عيني 180 درجة دلوقتي انا بعمل الموضوع دي بقى ليه 6 شهور ولا 5 شهور صدقوني حياتك هتتغير الافضل وللاجابية مش للسلبية هتبقى شخصي فعلا فعلا ان شاء الله تبقى احسن مني واحسن من اي حد ان شاء الله بازن الله واتمنى اتمنى اتمنى انك تعمل بالنصايح دي لو عجبك الفيديو طبعا ما تنساش طبعا ما تعملش لايك مش لازم اقول لك مش لازم اضغط عليك وما تعملش اشتراك بس نتعرف اللي احصل فيك مش تبقى مميز لازم تعمل لايك ولازم تعمل اشتراك في القناة عشان تبقى مميز كان معكم محمد التحسيني من قناة ستشتاقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته